عايزين برضو نقول لحضراتكم ان الكابتن محمود الخطيب عاخد اجتماع بالامس مع التشيكي ميشيل بروكتش والمدير الفني لقطاع الناشئين طبعا في حضور لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصب عضو اللجنة وكابتن خالد ديب ورئيس خطاع الناشئين شاهد هذا الاجتماع استعراض تقرير المدير الفني لقطاع الناشئين عن الموسم المنقضي واستمع كابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط الى شرح مفصل من بروكتش لكافة التفاصيل الخاصة باداء القطاع وفرقه خلال الموسم الحالي طبعا بالاضافة الى خطة المرحلة المقبلة ورؤيته الفنية المتعلقة بتطوير القطاع بما يحقق اهداف النادي الاهلي في هذا الملف وكمان بما يتناسب مع احلام وطموحات اعضاء وجماهير النادي الاهلي استعرض الاجتماع استراتيجية العمل ونتائج خطة تطوير القطاع اللي طبعا كان سبق وقدمها المدرب الشيكي في بداية فترة اتعاملوا مع النادي الاهلي الى جانب التعرف على كل احتياجاته في الموسم الجديد